حبايب قلبي طلاب تانية سانوي برحب بيكو في فيديو مراجعة شهر اكتوبر الفيديو ده هنراجع فيه على اه الحاجات اللي احنا محتاج لها في امتحان شهر اكتوبر فارح سابق مسلسات من المفترض اللي داخل فيه في امتحان درس واحد بس انا هراجع معك عالدرسين لان احنا شرحناه خدتوهم كنا بيا ما خدتوهمش عادي اسمع ممكن تستفيد الدرسين الداخلين معنا في الامتحان وما قاعدة الجيب وقاعدة الجيب الثمان الدرس اللي داخل في الامتحان اسف هو قاعدة الجيب. لكن حساب المثلسات كله هو درسين قاعدة الجيب وجيب الثمان فانا هاستغلو واراجع على نكتل. احنا لو عندنا مسلس كده ودي بدأي رامارة برقوسه. عارفين انو الضلع على القصاد زاوية الف اسمه الاف شرطة وقصاد بيه اسمه جه شرطة وقصاد جيم اسمه جيم شرطة. قاعدة الجيب بتنص على ايه? بتنص على ان الضلع ده على جهز زاوية لقصاده. بيسوي ده على جهز زاوية لقصاده. بيسوي ده على جهز زاوية لقصاده. ومن هنا ده النص الاساسي. ثم بيستغل النسب في ايجاد صور اخرى للقانون. ان احنا عارفين ان لو النسب سوت بعض بيبقى ده بيسوي ده بيسوي ده بيسوي مجموعة المقدمات على مجموعة التوالي. مجموعة المقدمات اللي هي مجموعة اطوال اضلع المثلث اللي هو محيط المثلث. على مجموعة التوالي مجموعة جيوب زوايا المثلث. يبقى دا بيسوي دا بيسوي دا بيسوي محيط المثلث على مجموعة جيوب زوايا. وكمان اثبتنا اثناء الشرح ان كمان دا بيسوي دا بيسوي دا بيسوي دا بيسوي اتنين نقه حيصو نقص قطر الدائرة المرة برؤوس المثلث او بنسميها الدائرة الخارجة المسلس. طيب. يبقى قاعدة الجيب النص النهائي بتاعها من الضلع ده على جزاوية اللي قصاده. بيساوي ده على جزاوية اللي قصاده. بيساوي ده على جزاوية اللي قصاده. بيساوي محيط المسلس على مجموع جيوب الزوايا. بيساوي اتنين نقطة. كل الخمسة دول بيساوي بعض ده الشكل النهائي بتاع قائلة الجيب. طيب لما بنيجي نحمل بنساوي على حسب بقى ممكن نكتب الخمسة ونشوف انهي نسبتين محتاجينهم. بتبقى دايما محتاجين نسبة معدوم. شوية ملاحزات على قاعلة الجيء. ايه الملاحزات? مش ده بيسوي ده بيسوي ده? طالما ده بيسوي ده. يبقى انا قدر اقول من المقصات دف ده بيسوي دف ده يعني الف شرطة جا به بيسوي به شرطة جا الف. وان به شرطة جا جين بيسوي جيم شرطة جا به. وان الف شرطة جا جين بيسوي جيم شرطة جا الف. ادي واحد. وان انا قدر اقول ان الف شرطة بيسوي اتنين نقف جا الف. وان به شرطة باتنين نقف جا به. يعني اي ضلق بيسوي طول قطر الدايرة الخارجة عنه اول مرة برقوسه في جهز زاوية اللي في وشه. خلاص? وبالتالي دي شوية ملاحزة كمان كمان مش احنا على البناء. الف شرطة. على جا الف. بيسوي به شرطة. على جا به بيسوي جيم شرطة على جا جين. عندنا قاعدة في النسب بتقولي ان مجموعة او مجموعة المقدمات على مجموعة التوالي بيسوي احدى النسب. انا ممكن بدل مجمع كل المقدمات اقول ان ده زاق ده على ده زاق ده بيسوي ده. عادي جدا. الف شرطة زاق به شرطة على جا الف زاق جا به بيسوي جيم شرطة على جا جين. او اقول به شرطة زاق جيم شرطة على جاء به زي جúًي بيسوه الف شرطة على جاء الف براحبت. وعيدي. كمان عندنا في النسب قاعدها بتقول أن نسب المقدمات هي نسب التوالب. يعني نسب جيوب الزوايا هي نفسها نسب أطول الأضلاع. ولو قبلك المنظر ده بالتحديد. ده مهم بقى. جاء الف على رقم بيسوي جائ فيها على رقم بيسوي جام على رقم يبقى إذا اللي تحت دول هما نسب اطول اضلاع المسلس يبقى الف شرطة الى بيه شرطة الى جيم شرطة بكاف الى ميم الى لو. دي شوية مراحزات على قاعدة الايه? ايه الجيب? نروح لقاعدة جيب التمام. قاعدة جيب التمام كنت بتقول ايه? بتقولك الضلع ده تربيع بيه ساوي. ده تربيع زاق ده تربيع. ناقص اتنين في دف دف جتة الزاوية اللي مجرح. اعرف لو عايز تحفز قاعدة تجيب التمام بسهولة تخدت محصلة قوتين. فقاعدة جيب التمام تشبه قانون محصلة قوتين بالزبط. الفرق في الاشارة. على فكرة هما الاتنين واحد اصلا. بس انا مش عايز اصدق. بس انا لكش دعوك الكلام ده. فلما جاي يحب اجيب طول الضلع ده اعتبروا محصلة القوتين دول. فلو ده محصلة دول فالمحصلة تربيع بتساوي الاولى تربيع زاق الالتانية تربيع. زائد هنا نقول ناقص بقى. اتنين في الاولى في التانية في جتة الزاوية اللي مبينه. يبقى قاعدة جيب التمام وانت بتطبقها كأنك بتطبق محصلة قوتين. مسلا عايز تضلع به شرط. يبقى به شرطة ده هعتبروا محصلة دول فهقول ان المحصلة تربيع تساوي. قولة تربيع. زائد التانية تربيع نقولي بقى ناقص في المحصلة نقول زائد. اتنين في الاولى في التانية في جتة الزاوية اللي مبينهم الزاوية اللي مبينهم اللي هي به. وهكذا. وفي نفس الوقت قاعدت جيبت تمامه ممكن اجيب منها اي زاوية من الزوائل. ازاي? عايز زاوية الف مسلا. بنقولها بسهولة كده بص عشان نعملها. ما نحفظهاش لزاوية زاوية. جتا اي زاوية في دول بيساوي. مجموعة مربعات اللي حواليها. مقص مربع اللي قصادها على اتنين في اللي حواليها. يعني مسلا لو عايز جتا الف. هقول ايه? مجموع مربعات اللي حواليها. مقص مربع اللي قصادها على اتنين في اللي حواليها. عايز جتا جيم. مجموع مربعات اللي حواليها. مقص مربع اللي قصادها على اتنين في اللي حواليها. وهكذا. طيب. نروح نتكلم على شوية ملاحظات على الاتنين. سواء قاعدت جيب او جيب تمام الاتنين ليستخدموا في ايجاد اطواع اطلاع مسلس وزوايا وخاصة المسلسات الغير قائمة. لان المثلثات القائمة عندي فيها فسا غرص وعندي فيها نسب مثلثية جوجة توزار فبالتاني مين انا دلوقتي هستخدم الاتنين عشان اجيب اطول اضلاع وزوايا طب الفرق ما بينهم ايه الفرق فيه حالات لاستخدامه انت بستخدم قاعدة جيب التمام احفظه لو عندك ضلعين وزاوية محصورة جيب تمام او لو تلات اضلاع معلومين في المثلث طب لو عندك بقى غير كده قاعدة جيب يبقى انا بحفظ حالات قاعدة جيب تمام غير كده قاعدة جيب قاعدة جيب التمام ضلعين وزاوية محصورة او تلات اضلاع في المثلث قاعدة الجيب غير كده طيب كمان خلي بالك وانت بتجيب الزوايا يفضل تستخدم الجتة مش الجاة ليه لان زوايا المثلث هي زوايا حد او منفرجة يعني في الربع الاول او التاني اخرها وبناء عليه الجاة مجابة في الحالتين فلو جات لي الجاة مجابة مش هبقى عارف الزاوية حد اولا منفرجة بينما الجتة في الربع الاول مجابة وفي الربع التاني سالبة فالجتة لو طلعت مجابة هبقى متيقن ان الزاوية حد بينما لو طلعت سالبة متيقن ان الزاوية منفرجة كمان في ملحوظة قلناها ان في اي مسلس بيكون جاة مجموع اي زاويتين بيساوي جاة الثالثة يعني جاة الف زائد به يدي جاة جي جاة به زائد جيم يدي جاة الف جاة الف زائد به يدي جاة جي وجتة مجموع اي زاويتين بيبقى سالب جتا التالتة. يعني جتا الف زائد بيه سالب جتا جين. جتا جين زائد الف هي سالب جتا بيه. خلاص? ودي جت منين? جت من فكرة ان الزاويتين المكملتين لبعض. اللي بيكملوا بعض. اللي مجموعهم مية وتمانين له من نفس الجاة. لكن جتا واحدة فيهم سالب جتا التالي. والراجل هنا كاتب لك شوية قوانين للزواء المنتسبة تحفظها يعني. كده راجئنا على حساب المسلسات بشكل سريع جدا هنروح نحل عليه التمارين اللي موجودة هنا. ماشي? اول سؤال يا فندم بيقول لك. الف بهجيم مسلس. فيه قياس زاويات الف تعال هنرسل. فيه قياس زاويات الف تلاتين درجة. وطول الضلقة بهجيم عشرة سنتي. اللي هو الف شرطة يعني. فبيقول لك عايزين محيط الدايرة المرة برقوس المسلس. طالما جاب لي سيرت محيط دايرة مرة دايرة مرة برقوس مسلس او دايرة الخارجة عن المسلس يبقى على تجيبه وش. قائلة الجب بتنص على ايه? الضلق على جهاز زاوية اللي في وشه. يعني عشرة علاجات تلاتين. اي ضلق على جهاز زاوية اللي اصاده بيساوي. محيط المسلس على جيوب زاوية بيساوي. طول قطرة دايرة المرة برقوس المسلس يعني اتنين في نقر. فخلاص يا فندم. انا كده جبت النسب اللي انا محتاجها. هنعندي النسبة دي مقلومة وده اللي انا عايز ومش لازم اساوي الخمسة ببعض. عشرة علاجات تلاتين بعشرين عشرين على الاتنين عشرة يعني نقر بعشرة. انا عايز محيط الدايرة محيط الدايرة يا فندم. باتنين في باي في نقر. يعني اشرين باي يا ولا بي. والباي باتنين وعشرين على السبع عوض عنها. يبقى عشرين في باي. يطلع بالتقريب اتنين وستين وثمانية من عشرة. هو ده محيط الداير. تاني سؤال بيقول لك قلب به جيم مسلس فيه به شرطة بكزا. والف شرطة زي جيم شرطة بكزا. والف شرطة مقس جيم شرطة بكزا. فان ايه? ما بدينا يا راجل لماح. بتديه مجموع ضلعين والفرق ما بينه. فانا هحل المعادلتين دول بالجمع عشان اجيب اطول الاضلاع دي. بالجمع يبقى الف شرطة او اتنين الف شرطة لان جيم شرطة هتروح باتناشا. يبقى الف شرطة بستة. وبالتعويض في اي معادلة يطلع جيم شرطة بخمسة. يبقى المسلس ده. عندي اطوال اضلاع يا فنن. به شرطة باربعة سنتي. الف شرطة بستة سنتي. جيم شرطة بخمسة سنتي. تمام? فعايز من الاطوال دي احدد نوع المسلس. تمام? هل ده قائم? لا مش قائم. عرفت انه لان نظريت في سورسو مش بتطبع لي. ده مش مسلس مشهور. مجموع مربع الدلهم مش بيساوي مربع التالت. فهو مديني العلاقة ما بين جيوب الزوايا. خلاص? يبقى طبقه على تجيب. الضلع ده على جهاز زاويا اللي في وشه او ده. خمسة. على جا جيم. بيساوي. بس انا مش شايفه جايب سيليت جا جيم فهكرف لها. انا عايز جاة الف وجاة بي. يبقى ده على جاة بيساوي ده على جاة او ده اسف اربعة على جابه. يبقى منها نسب المقدمات. ستة على اربعة. بتساوي نسب التوالي. اللي هي جاة الف على جابه. اضرب بقى هنا في اتنين وهنا في جابه يبقى تلاتة جابه باتنين جاة الف. تلاتة جابه باتنين جاة الف اللي جاة جيد. وعلى فكرة ممكن اعملها من البداية بفهمي لن نسب الاضلاح هي نسب الجيوب بتاعة الزوايا. خلي بالك مش نسب الزوايا. يعني انت عايز نسب الجيوب. فنسب الاضلاع يعني اربعة اللي هو الف شرطة. على به شرطة. الف شرطة اسف اللي هو ستة ولا ايه? ده الف شرطة وده به شرطة. يبقى الف شرطة على به شرطة بستة على اربعة يعني تلاتة على الاتنين. طالما النسبة دي تلاتة على الاتنين يبقى نسب جيوب الزوايا جاة الف على جابه بتلاتة على الاتنين. بس وكنت وصلت اللي جابه بسرعة. اللي بعده بيقول لك مسلس محيطه كزا. محيطه يعني مجموعة اطول اضلعه. الف شرطة زائد به شرطة زائد جيم شرطة باتنين وعشرين. فيه كزا بيساوي كزا بيساوي كزا. دي ممكن نكتبها كده. جاء الف على الاتنين. بيساوي جاء به على اربعة. بيساوي جاء جيم على الخمسة. فقالنا بساحة المسلس بكام. علما بقى ننقب اربعة حيث ونق ده نص قطرة دايلة المرة برؤوس المسلس. فالراجل مديني نسب الجيوب يبقى دي نسب اطول الاضلع. يعني ده على ده اللي قلنا المنزب ده من قبله يبقى اللي تحت دول هم الف شرطة الى به شرطة الى جيم شرطة بيساوي اتنين الى اربعة الى خمسة. يبقى الف شرطة باتنين في سابت ترجم النسب بقى وبه شرطة باربعة في نفس السابت. وجيم شرطة بخمسة في نفس السابت. تعرف تجيب السابت ايوة من عندي معادلة هو. هجمع دول ستة احداشر كافة. هو ده المحيط جمعناهم بيساوي اتنين وعشرين يبقى كاف باتنين. يبقى الف شرطة باربعة. وبه شرطة بتمانية. وجيم شرطة بعشرة. يبقى انا كده عندي المسلس اطول اضلعه بقت عندي من المعلومات دي. الف شرطة باربعة. بيه شرطة بتمانية. جيم شرطة بعشرة. طيب احنا عايزين المساحة. فعشان اجيب المساحة المساحة نص اي ضلعين في جهز زاوية اللي ما بينهم. اجيب الزاوية اللي ما بينهم منين. طب ما انا عارف ان نقم الدولي باربعة. نق ده نص قطرة دايلة المرة بالقوس المسلس. هنجيب الزاوية دي مسلا. فانعارف ان ده على جاء الف. بيساوي اتنين فنق يعني تمانية. يبقى منها جاء الف. جاء الف على ده بيساوي اربعة تمانية نص. يبقى زاوية الف بتلاتين درجة او مية وخمسين درجة خلي بالك. لاني معرفش هو احد ولا منفرج. بس الف هنا هتبقى حدا. عشان مجموع مربعات دول هيبقى اقل من مربع ده بس ما علينا يعني هي كده كم شتفل. يبقى انا عندي زاوية الف بتلاتين درجة فمساحة المسلس هتبقى نص في تمانية في عشرة. يعني تمانين في جاء تلاتين اللي هي جاء الف بنص. فتبقى بعشرين يا فندم اللي هي الاجابة به. سؤال جميل وقوي. هنا. بيقول لي الف فيه جيم مسلس حاد الزاوية مديني اطوال اضلع. ومديني طول قطر الدايرة المرة بالروس. فمساحته بايه? انا عشان اجيب مساحته معايا اطوال اضلع والتلاتة. ادي قلب به جيم. بديني الف شرطة بتمانية. به شرطة بخمسة اجيب شرطة بسبعة. فانا عايز زاوية من الزاوية. ممكن اجيب زاوية من الزاوية بقعدة جيبة تماما على فكرة. ولكن اسهالي هنا اجيبها قاعدة الجبلة لانه داني طول قطر الدايرة المره спمسلس. فيبقى اي ضلق ده على جاء الف. انا عايز زاوية واحدة. مش عايز بالزاوية. عايز كمان الزاوية. مش عايز الزاوية نفسها. مش اي ضلق على جاهز زاوية اللي في وشه بيساوي اتنين نقه. واللي هو متدهولي ده اتنين نقه خد لبالك. هو ده اتنين نقه. ليه? لان قلك ده طول قطر الدايرة المره برقول시 المسلس فده اتنين نقه. يبقى جاء الف على واحد بيساوي تمانية على واحد وعشرين. مش لازم اجيب الزاوية. انا عايز الجاة. لان مساحة المسلس بجيبها نص الضلعين. اي ضلعين اللي هما سبعة في خمسة مثلا. في جاة الزاوية اللي ما بينهم اللي هي تمانية على واحد وعشرين. فنحسب دي فيها الواحد فيها الاربعة. دي فيها الواحد فيها التلاتة فتبقى المساح عشرين على التلاتة. اللي هي الاجابة رقم ده. الخامس. بيقول لك قال بيه جين مسلس فيه. بيه شرطة بخمسة. وزاوية جين باربعة التلاتة. الزاوية مجابة يبقى انت في الربع الاول وش. لان دي زاوية المسلس. زاوية المسلس يا في الربع الاول يا في الثاني. الزاوية مجابة يبقى انت في الربع الاول. وزاوية بيه بكزا. طيب تعال كده نرسم. انت مديني بيه شرطة بكم? بخمسة سمتي. وزاوية بيه تلبي تلاتين دلق. قال لك عايزيه. الف شرطة. وجيم شرطة. لا اقرب ومسحت المسلس كمان. طيب اولا انا معايا الضلق والزاوية اللي في وشه. فالضلق على جهاز زاوية دي. جه تلاتين بنص خليك سريع. بيساوي الضلق ده على جهاز زاوية دي. مش عندي. بيساوي الضلق ده على جهاز زاوية دي. مش عندي جهاز. لا عندك. زاو جيم باربعة التلاتة تعمل مسلس يزغنم. ادي زاوية الجيم. الزاو باربعة التلاتة. يبقى الوطر من فساورس خمسة. يبقى جهاز باربعة الخمسة. بس خلاص. وطالما الزاو مجابة او كده كده الجام مجابة يعني. فيبقى من هنا فندم دي بعشرة. يبقى جبت جهاز. يبقى جيم شرطة بيساوي عشرة فاربعة الخمسة. يعني جيم شرطة بيساوي عشرة فاربعة الخمسة يعني آآ تمانية. يبقى احنا كده جبنا جيم شرطة بتمانية صمتي. فاضل مين ياه? الف شرطة. طب اجيب الف شرطة منين? والله انا اخلي بالك ممكن اجيب الف شرطة ده منين? انا عايز زاوية الف. فممكن نعمل ايه? اصلي هنا في مجهولين فلازم اجيب زاوية. جيم او زاو جيم باربعة التلاتة. نعمل شفت تاني. نجيب زاوية الجيم. شفت تاني. اربعة التلاتة. تطلع زاوية الجيم بتلاتة وخمسين درجة وسبعة من عشر. يبقى زاوية الف هي مية وتمانين نقص مجموعة الزاويتين. يعني ستة وتسعين درجة واتنين وخمسين دقيقة. يبقى ازا الف شرطة على جهز زاوية دي اللي هي ستة وتسعين درجة واتنين وخمسين دقيقة بيساوي عشرة. منها اقدر اجيب الف شرطة بعشرة افجاة دي. يطلع ان الف شرطة تقريبا بتسعة وتسعة من عشر. يعني تقريبا عشرة سنتي. يبقى كده الف شرطة بعشرة سنتي وجيم شرطة بتمانية سنتي. اللي هي الاجابة دي? خلاص هتطلع المساحة بعشرين نص بدل عين في جزة ويبقى اودي. سالس سؤال بيقول لك الف بهجيم مسلس مساحته بكزا. المساحة دهلك. بتسوي الف شرطة تربيع في جاة بهجيم. على كف في جاة الف. اللي مندهو لك يا حبيبي تجيبه. هو عايز يحل المعادلة يجيب كاف. فانا بجيب مساحة المسلس ازاي? نص ايضل اين في جزة اي اتنين. يعني نص مثلا به شرطة جيم شرطة في جاة الف. ما هياش فرقة. طيب بس الفكرة كلها ان انا يعني ماشي تماما. وبعدين عايز اوصل من دول بقى القيمة كافة. فعشان اوصل من دول قيمة كافة هب بيه. محتاج اخلص من دول. به شرطة ممكن اشيله وحط مكانه كلاتي بصه. به شرطة ده ممكن اعتبره. انا عارف ان به شرطة على جا به. بيساوي اليف شرطة على جا جيم. بيعلا جا الف ولا ايه? بيساوي شرطة على جا جيم. فممكن مجيب به شرطة انه داف ده على ده. يعني الف شرطة جابه. على جا الف. وبالمثلة جيب جيم شرطة على انها.える شرطة في جا جيم. على جا الف. كل ده جا الف. انا بحاول اوصل ده هناك. كده فنم دي هتروح مع دي وده هيروح مع ده لما نضرب الطرفين في جا ألف وألف شرطة في ألف شرطة بألف شرطة تربية تروح مع ألف شرطة تربية وجا به تروح مع جا به وجا جيم تروح مع جا جيم يعني تبقى لك واحد على الاتنين بيساوي واحد على كاف أي أن كاف باتنين صائحة ده اللي بعضه بيقول لك ألف به جيم مسلس محيطه تلاتة وتلاتين وجا ألف زائد جا جيم بتنلعب تلاتة وجا به بربع بص البيكس عايز به شرطة طب تعالى كنا نفكر في قابة الجيب أنا عارف أن به شرطة على جا به بيساوي ألف شرطة على جا ألف بيساوي جيم شرطة على جا جيم بيساوي محيط المسلس على مجموعة جيوب الزوايا اكسلانز طب جابه والدهالنا بربع جابه على بعضها بربع طب مجموع الجيوب مدهوا ليش يا أستاذ ده مديني مجموع جا ألف وجا جيم طب ما هو جا ألف زائد جا جيم بكامل حبيبي باتنين على التلاتة يبقى أنا هشيل دي ودي واحط اثنين على التلاتة طب وجابه بكامل حبيبي قلبي يا كوكو بربع يبقى انت معك كل حاجة يا مودي يبقى بيه شرطة هتساوي دف ده على ده فنعمل على الكالكليتور ربع في تلاتة وتلاتين على ربع زائد اثنين على التلاتة يطلع به شرطة تسع سنتي دي خليك شطور بقى هنا بيقولك في مسلس ألف به جيم يكون جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به بيسويه تفقنا على دي جا مجموع زاوياتين من زوايا المسلس يعطي جا الثالثة يبقى المقدار المطلوب هو جا جيم على جا ألف زائد جا به ايه ده طب وهو ده بيسوي ايه يا ابو حصان بص يا حبيبي دلوقتي احنا لما نكتب القعدة ألف شرطة على جا ألف بيسوي به شرطة على جا به بيسوي جيم شرطة على جا جيم يبقى مجموع المقدمات اللي هو ألف شرطة زائد به شرطة على جا ألف زائد جا به بيساوي ده بيساوي احدى النسب مانا بحاول ألعب عشان أوصل للشكل اللي مدهودي يبقى ده على ده بيساوي ده على ده نسبة مقدم على مقدم يوسوي تالي على تالي يبقى جا جيم على جا ألف زائد جا به اللي هو طلبه ده على ده بيساوي جيم شرطة على ألف شرطة زائد بيه شرطة يبقى الاجابة جيم شرطة على به شرطة زائد ألف شرطة عايز ببصمجها بصمجها جا جيم على جا ألف زائد به بيساوي جيم شرطة على ألف شرطة زائد به شرطة عشان انت بصمجها بسرعة بس هنا بيقول لك ألف به جيم مسلس فيه نسب الزواب كذا العالي هنا تطلبه ياخدوا نسب الزواب على انها نسب الأطوال غلط قلت لك نسب الجيوب هي نسب الأضلاع مش نسب الزواب يبقى انا هستفيد من هنا ان زاوية ألف تساوي تلاتة في سابت وزاوية بها تساوي خمسة في سابت وزاوية جيمعة تساوي اربعة في سابت أليس لديك معلومة أن مجموعة قياسات زوايا المسلس بمئة وتمانين تقول لي أجل لدي يبقى اتناشر كاف اللي هو مجموعة قياسات الزوايا بمئة وتمانين تبقى كافة تساوي مئة وتمانين على الخمسة على الاثناشر اتوكع بخمستاشر يبقى طلعت من هنا اياس زاوية الف تلاتة في خمستاشر اياس زاوية بها خمسة في خمستاشر اياس زاوية جيمة اربعة في خمستاشر يبقى هذا المسلس عامل الكيف زاوية الف خمسة واربعين زاوية بها خمسة وسبعين لا الف اللي خمسة واربعين وبيه خمسة وسبعين وجيم ستين. قال لك عايزين نجيم شرطة تربيع الى الف شرطة تربيع سواني. تخيل ان هو ما قالش تربيع عايز دي. ولا. من غير ما جيبهم يا ولا. نسب الاضلاع هي نسب الديوجة ولا. يعني ده هو جا جيم الى جا الف. جا جيم بستين. يبقى جا ستين. جا الف خمسة واربعين. نعمل على الالة صين ستين على صين خمسة واربعين. تطلع جزر ستة على اتنين. بس هو عايز النسب ما بين المربعات. رابع. تبقى تلاتة على اتنين يا ولا. من غير ما نجيب الاضلاع يا ولا. هنا يا استاذي ده سؤال مباشر فممكن انت تمشي ايدك فيه. حداشر هيجلي. قالب به دي مسلس فيه. ها. قالب شرطة بتلاتة صمتي. وجيم شرطة باربعة صمتي. وايه الزاوية بيه ستين. عايز به شرطة ولا. معك ضلعين وزاوية محصورة وعايز الضلع التالتة ولا قاعدة تجيب تمامة ولا. قاعدة تجيب التمام مش تجول. به شرطة تربيع. كأن ده محصلة القوتين دول. الاولى تربيع. زي للتانية تربيع. بس بذل زاد ناص. اتنين. في الاولى في التانية في جتا الزاوية بينهما جتا ستين بنص. يبقى خمسة وعشرين ناصة اتناشر تلات تار. ايه بقى به شرطة عيساوي جزر تلات تار. وقضي الامر الذي فيه يتستفتيان. بيقول لي سين صاد عين بسلس. فيه سين شرطة سنتي ستشارتة خمسة سنتي. عن شرطة اتنين سنتي. قال لك عايزين اصغر زاوية. نعلم جميعا ان اصغر زاوية تقابل اصغر ضلع. اي انها هنا الزاوية عين لانها مقابلة لهذا الضلع الجربوع الاقل فيه. وطالما معي التلات اضلع فهجيب الزاوية بجيب التمام. جيب التمام مش تجول. جتا عين تساوي. مجموع مربع اعطي اللي حواليها. مواقص مربع اللقصة ده. على اتنين في اللي حواليها. ونحسب يا فندم هزا على ايه? اربعين. شفت كوزاين الزاوية او شفت كوزاين الانصر. يطلع ان الزاوية تقريبا باتنين وعشرين درجة يا فندم. اللي بعد اولا بيقول لك قلب به جيم ومسلس شيل ديه. فيه ده على ده بيساوي ده على ده بيساوي ده على ده. الله مش المنظر ده لما بيقابلنا بيبقى اللي تحت دول. هم نسب الاضلاع. اي ان الف شرطة الى به شرطة الى جيم شرطة يساوي اتنين الى اربعة الى تلاتة. يعني الف شرطة باتنين كاف. وبه شرطة باربعة كاف. وجيم شرطة بتلاتة كاف. هل عندي معلومة جيب منها كاف? للأسف والله. مفيش. فهنروح نرسل. ده باتنين كاف. ده طوله اربعة كاف. ده طوله تلاتة كاف. قالك عايزين زاوي تجيب. معي تلات اضلاع وعايز زاوي. قالت جيب التمام اولا. طب هو كاف يا استاذ. عطيه لي هاد ما تخافش. مجموعة globאת اللي آيه حواليها? ده تربيع ستاشر كاف تربيع. ده تربيع اربعة كاف تربيع. لو اسمه ربع الى قصالة اه. على اتنين فل حولي ه. اربعة في اتنين تمانية كف كاف تربيع يعني. فوق عشرين نقص تسع يعني احداشر كاف تربيع. على ستاشر كاف تربيع. بص يا خلال دي طارت. طارت يا خلال دي. يبقى جاتة جيم طلعت بكام اولا? حداشر على الستاشر. وهذا يعني بالضرورة انها زاوية جيم حدا لان الجتا موجبها في الربع الاول يبقى زاوية جيم يا ولدي هتساوي شفت كوزين ده شفت كوزين اللي طلع ليه لا استني اللي هو 11 على ال 16 فتطلع ب 46 وشوي اللي بعد ولا بيقولك في الشكل المقابل ده متوازي اضلاع راجع معايا متوازي الاضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاوياتين متجاورتين متكاملتين كل ضلعين متقابلين متساويين اقتاره غير متساوية ولا تنصف زاوية الرأس ولا متعمدة ولكن تنصف بعضها البعض قالت بيب ستة بيجين بتمانية وده متدهولي بسبع عايز مساحة المتوازي فمساحة المتوازي هتبقى مساحة المسلس ده في اتنين لانه هو مسلسين متطابقين يبقى المساحة المطلوبة هتبقى اتنين في مساحة المسلس قلب بهجيم. ومساحة المسلس قلب بهجيم هتبقى نص اي ضلعين في جاز زاوية اللي ما بينهو. يعني هتبقى اتنين في مساحة المسلس نص في الضلع الاول ستة في الضلع التاني تمانية في جاز زاوية دي. من وين نجيب هذه الزاوية? انا في هذا المسلس عندي تلات اضلع معلومين. فطبق على هذا المسلس على الجيبه. تماما جيب جتا يا بي. تقول لي بس احنا عايزين الجتا بنجيب الجتا الاول. جتا بيها هتساوي مجموعة مربعات اللي حواليها ستة تربيع زي التمانية تربيع نقص مربع اللقصادة. على اتنين فيما حولها. فانا هامل كده. ستة تربيع زي التمانية تربيع. على اتنين في ستة في تماني. فتطلع ان الجتا سبعتاشر على اتنين وتلاتين. كده جت الجتا. بس انا عايز الجا مش لازم تجيب الجا اعمل شفت كزاينة هتطلع لك الزاوية هتجاز زاوية اقول ده على الاية لجاز زاوية ضربه في ستة في تماني. فتطلع المساحة بالتقريب اربعين وستة من عشرة اللي هي واحد واربعين خلي بالك لاني هقربها للاكبر. لان بعد العلامة ستة من عشرة. سؤال رقم فيفتين بيقول لي الف ده جيم ده لشكل رباعي دائري. الشكل الرباعي الدائري ده بتبقى شكل كل رؤوسه تقع على دائرة واحدة. وبيتميز ان كل زاويتين متجاورتين فيه متكاملتين. يعني دي ودي بيكملوا بعض. يبقى جتة بيكملوا بعض مجموعهم مية وتمانين. زاويتين لمجموعهم مية وتمانين بتبقى جتة واحدة فيهم صالب جتة التانية. يبقى جتة الف وجتة به هيلاشه بعض. لان جتة دي هي سالب جتة دي لانه مجموعهم مية وتمانين. وهكزا جيم وده هيلاشه بعض. عشان مجموعهم مية وتمانين يبقى اللي جابة صفر مجموع الجتات. هنا. هيجولي في مسلس قلب به جيم يكون هزا المقدار بيساوي هزا المقدار. بديني معطى هلا? ان ده بيساوي ده. اه. ومن المعطى ده عايز زاوي الجيم. ايش نعمل? نعمل ايش? نعمل شنو? نعمل ايه في هذه الحالة الشنطقة? قال لك يا استاذي يشبه من هذا? يشبه جتة زاوي التقجيم. اللي هي تدي الف شرطة تربيع زا اديه شرطة تربيع نقص جيم شرطة تربيع بس نقصه يتقسم على اتنين الف شرطة بشرطة. فهقسم الطرفين على اتنين الف شرطة بشرطة عشان نعملش حاجة. فدي هتروح مع دي ولا. ودي على بعضها ولا تتلم بجتة جيم. يبقى جتة جيم بواحد على الاتنين يعني زاوي الجيم شفت كوزاين نص يعني ستين. وممكن تعمل ايه تاني? ان الف شرطة تربيع زا اديه شرطة تربيع نقص جيم شرطة تربيع. بتساوي هنا الف شرطة بيه شرطة صح? حلو. ممكن اروح اعمل ايه? قسم على ده الاول. عشان اوصلها لشكل خانون جتة جيم. وبعدين هل ده جتة جيم? لا نقصه هنا اتنين. احنا بنقول مجموع مربعات اللي حواليا نقص مربع اللي وصلها على اتنين في اللي حواليا. اروح ضارد هنا في اتنين وهنا في اتنين عملت نفس الشيء دي هي الجتة بنص وشكر. اللي بعد بيقولك قلب بيه جيم ومسلس. فيه الكلام ده على الزطة التمانية واربعين. طب ما الزطة تطلع فوق بمقلوبها اللي هو زطة. يبقى ده ما قلت ده يا هبه فيه. الزطة تطلع او الزطة تطلع فوق بزطة. بتساوي تمانية واربعين. طب والزطة تتفك لجاة الف. على جتة الف. طب وبعدين يا استاذ. هو ده منظر احنا نعرفه. لا. طب بنعمل ايه? ايه ده? هو ده شبه حد تعرفه? اه. شبه مين? شبه قانون جتة الف. اللي بعد علامة النقص. مجموعة مربعات بالعين نقص مربع التالت شبه قانون جتة الف. بس نقصه يتقسم على اتنين في به شرطة جيم شرطة. فما فيهاش حاجة لو اسمت هناك كمان على اتنين به شرطة جيم شرطة عشان ما غيرش حاجة. يروح دي كلها ولا سبحان الله. تتشار ويتحط مكانها جتة الف. يبقى ده بجتة الف. في جاة الف على جتة الف يا سبحان الله. يا سبحان الله. ودي هتروح تبقى اربعة وعشرين. على به شرطة جيم شرطة. دي معدي. فدي هتروح. فيطلع لي ان جاة الف بيساوي الكلام ده. طب ما تضرب في به شرطة جيم شرطة. واستنى كده شوية. به شرطة جيم شرطة ضد ضلعين. وزاوية الف هي الزاوية المحصولة ما بينهم. ضلعين في جاة الزاوية اللي ما بينهم يدي المساحة لا. ضعف المساحة. لان المساحة نص ده. يبقى مساحة المسلس بتساوي اربعة عشرين على الاتنين. اتناشر. اسألة قوية ولطيفة جدا ولزيزة جدا. سؤال تمنتاش. بيقول لي الف شرطة نقص به شرطة على به شرطة زي الجيم شرطة بيساوي الكلام ده. مش لمح حاجة. اه. لمح الندو ده فرق بين مربعين فهعمل معصات دف ده يساوي دف ده. دف ده هيديني. الف شرطة تربيع. ناقص به شرطة تربيع. ضربة فرمة بين مربعين الاول تربيع مص تاني تربيع. بيساوي جيم شرطة هنا يعني به شرطة جيم شرطة زائد جيم شرطة تربيع. وبعدين شبه قانون ولا حاجة? اه. تعالى كده نطلع دول بعكس الاشارة. فيبقى هنا جيم شرطة تربيع. زائد به شرطة تربيع. ودي تروح لها بالسالب الف شرطة تربيع. زائد به شرطة جيم شرطة بيساوي صفر. ده لو اسمته على اتنين جيم شرطة به شرطة. وصلت الجتة الف. يبقى هقسم المعادلة كلها على ده. اها كمان. وصفر على ده يدي صفر. ده على ده. ده كده على بعضه. جتة الف. ودول هيروحوا يبقى زائد نص. يبقى جتة الف بسالب نص. يبقى زاوية الف بشفت كوزاين سالب نص يعني مية وعشرين. درجة. سؤالة سعتار. بيقول لك في مسلس الف بهجيم ازا كان الف شرطة تربيع بيساوي كزا. فان قياس زاوية الف تمتمي من ايه? ما تتخضش. هو ده شبه حاجة من القوانين اه انا جمع مربعات ضلعين. لو طرحت منهم مربع التالت وصلت القانون. يبقى انا هدخل ده جوه والمقدار ده هجيبه هنا. يبقى به شرطة تربية. زا اتجيم شرطة تربية. نقص الف شرطة تربية. دخلت ده جوه. وده هوديه هنا يروح بالموجة. استقلنا 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 مجموعة مربعات دلعين نقص مربع التالت. اليس هذا لو اسمه على اتنين فدولي. مش ده يبدي جتة الف. يبقى انا هقسم الطرفين على اتنين فدولي على. يبقى دي تتفك بجتة الف. ودي تروح. ويطلع لي نص زا الف. اه دي تتفك الجتة الف على جا الف. هندخل بعكس باشاره يا اخوة. ما تقسمش. يبقى جتة الف معص نص جتة الف على جا الف. بيساوي صفر. هناخد جتة الف عامل مشترك. يبقى واحد مقص واحد على اتنين جا الف بيساوي صفر. يبقى اما دي بصفر يعني زاوية الف بتسعين درجة. واما دي بصفر يعني واحد على اتنين جا الف بواحد يعني جا الف بنص يعني زاوية الف بتلاتين درجة او مية وخمسين درجة. لان الجامجابة في الربع الاول والتاني. يعني هنا الزاوية لها تلات احتمالات يا تلاتين يا خمسة يا مئة وخمسين يا تسعين اللي جابة به. خلاص الاسئلة اللي جاية بقى اضرب انت نفسك عليها ومعاك جروبات الاسئلة هم حوالي اتنشر سؤال من عشرين لحد اتنين وتلاتين معاك الجروبات لو عندك اسئلة فيها. كده راجعنا على حساب المسلسات وده الجزء الاول من المراجعة نروح للبعض.